احباد عبدالربان كرة مقطوعة دارويل تمرير ليامجد ضرر الكرة لسفين سفين منصور لدارويل خطيرا كور يووووو ساخو ساخو يتقدم باول اهداف في المباراة زاخو يتقدم باول اهداف المباراة عن طريق لوفيس يسجل اول اهداف المباراة هدف جميل هدف جميل بجمال ومهالم زاخو الخلابة مدينة الخابور قرية تاكوركا وادشتاغ وشرانش ودلال وكورنيش الجسر العباسي وكشاني اي نعم معالم زاخو الجميلة وبالتالي بجمال هذه المعالم وبمتابعة لوفيس يسجل اول اهداف المباراة لزاخو يتقدم داروين لوفيس داروين يسجل اول اهداف اللقاء لمصلحة زاخو من خلال اللقطة الماضية سجل ازاخو تقدم ازاخو الان هدف مقابل لا شي تمرير المتازح اللي كانت عن طريق السفين منصوم بانتظار الفار هل هناك شي او ربما الهدف سليم حكم اللقاء علي السفين هل ينتظر من حكم الفار اسام فاضل اذا ما كان الهدف يعني فيه شي وبالتالي ننتظر القرار اذا ما كان الهدف سليم وبالتالي حكم المباراة اذا الهدف سليم ويخدسم لزاخو يتقدم زاخو باول الاهداف عن طريق داروين لوفيس في الدقيقة السابعة عشر من زمن الشوم الاول هدف مقابل لا شي اول اهداف المباراة جماهير زاخو بكل تأكيد تريح بهذا التقدم سجل المكير لاعب مهاري لاعب مهاري ويأتي كبديل ويسجل سجل 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 البديل الناجح سجل الثالث لزاخو خلاص خلصوها خلصوها خلصها خلصها احمد ناظم بيسارة على يسار حارس المرمى ليسجل الثالث ساخو ليتقدم بهدف الثالث ساخو خلص المباراة انهى المباراة انهىها احمد ناظم وسجل الثالث سجل الثالث ثلاثة لزاقه مقابل لا شيء في فريق النف